اشتركوا في القناة في هذا الموضوع نجد أن هناك الكثير من الطرق المبتكرة والغالبة في التنظيف التي لا بد أنك سمعت بها سابقا ولكنكم لم تجربوها بعض الطرق قد ابتكرتها ربات المنزل بأنفسهم وخبرتهم وستفيدكم حتما وستسهل حياتكم بشكل كبير إليكم اليوم بعضا من أغرب الأساليب في التنظيف البيوت والتي سوف تدهجكم حتما نتائجها استخدام غسول الفم في التنظيف لم يخطر ببالك طبعا لغسول الفم خصائص عدة وأبرزها القضاء على البكتيريا والجراثيم الموجودة في الفم ولذا يمكن الاستعانة به في أعمال التنظيف والتدابير المنزلية طبعا تتساءلون كيف يمكن هذا تعالوا معنا الآن نتعرف على طرق استخدامه يمكن تعقيم حوض الجلي وهذا بمسج مقدار من غسول الفم والماء في زجاجة بخاخ يرج الخليط جيدا قبل رشه داخل الحوض ثم يشطف هذا الأخير بالماء الدافع للتخلص من البكتيريا المهددة للصحة كما يمكن تطهير المرحاض وذلك بصبح ولي كوب من غسول الفم في المرحاض وينقع المرحاض بهذا الخليط لساعة ثم تدعى دواخل المرحاض بالفرشات الخاصة وتشطف بالماء أمن المرايا فتبلل قطعة من القماش الجاف بالقليل من غسول الفم وتلمع بها المرايا للحصول على نتائج مبهرة كما يمكن تنظيف الملابس به وهذا بإضافة كمية من غسول الفم إلى مستحضر التنظيف المستخدم في غسيل الملابس بهدف تطهيرها من البكتيريا والجراثيم استخدام المشروبات في عملية التنظيف تفيد بعض المشروبات في عملية التنظيف وهذا نظرا لمحتوياتها من المركبات الكيميائية حيث يلمع الشاي البارد الأثاث تبلل فوطة من القماش بالشاي البارد الغير محل بالسكر ويمسح الآثاث بواسطتها وكذلك عصير الليمون الحامض ينزع عصير الليمون الحامض آثار بقع التعرق من الملابس تنقع الملابس بمزيج مؤلف من الليمون الحامض والماء لحوالي نصف ساعة ثم تدعى كوب بواسطة فرشات أسنان قديمة وتخسل بالطريقة الاحتيادية بعد ذلك كما يمكن استخدام المشروبات الغازية في تنظيف المراحل حيث يسخب كوب من هذه المشروبات داخل المرحل ويترك الأخير لمدة نصف ساعة ثم يفرق بعد ذلك بواسطة فرشات الأسنان تعقيم المناشف الصغيرة بواسطة الميكرويف لا تتفاجأوا من هذه الطريقة فالميكرويف استخداماته كثيرة خارج نطاق الطعام إذ يمكنك استخدامه في تعقيم المناشف الصغيرة والكبيرة بمجرد ترطيبها بالقليل من الماء ثم قوموا بوضعها في كيس صغير ومن ثم ضعوها في الميكرويف لمدة دقيقتين وبعد هذا قوموا بغسلها من جديد بالماء وسوف تتحصلون على مناشف معقمة وصحية لكم ولأطفالكم استخدام قشور الموز في التدابير المنزلية كثيرة هي استخدامات الموز وقشوره الغريبة في المنازل ومن بينها الاستعانة بقشور الموز لتلميع الأحذية قوموا بفرق قشرة من الموز على أحذيتكم وسوف تلاحظون الفرق كذلك ينطبق نفس المفهوم على نباتية البيت المستخدمة في الزينة فإنها تلمع باستخدام هذا الأسلوب السهل والبسيط كما تساعد قشور الموز على تخفيف آلام الحروق ما عليك سوى وضعها فوق الجرح لتخفيف الالتهابات كما أنها تعمل على التخفيف من الحكة في أماكن قرص الحشرات خصوصا عند الأطفال استخدامات بيكربونات السودا في عملية التنظيف لبيكربونات السوديوم استخدامات بالجملة في أعمال التنظيف والتدابير المنزلية ومعلوم أن هذه المادة توفر المال المنفق على منظفات كيميائية مختلفة إذ هي تطالع بمهمات عدة في التدبير المنزلي ومن أبرزها نذكر ما يلي إزالة البقع من سنادق حفظ الطعام تترك بقايا الطعام أثرا واضحة في السندوق الذي يحويها مما يستوجب استخدام إسفنجة نظيفة مغطاة بالبيكينغ سودا لإزالتها وللتخلص من البقع الصعبة يستحسن نقع سندوق الطعام في محلول مكون من أربع ملايق كبيرة من البيكينغ سودا وربع كوب من الماء الدافئ إزالة الروائح الكريهة من الثلاجة يتم التخلص من هذه الروائح عبر وضع قليل من بيكينغ سودا في حسن على الرف العوسط لثلاجة تنظيف المطبخ خليط البيكينغ سودا والماء فعال في تنظيف أسطح المطبخ والمايكرويف وفرن الغاز والشفاط وأواني الطبخ بالإضافة إلى الأجهزة التي تتأثر بوجود بقايا الطعام والدهون فهي تلمع بلمسة واحدة بخليط البيكينغ سودا والخل أو الماء غسيل الأطباق للبيكينغ سودا فعال في إذابة البقع والدهون الصعبة وفي هذا الإطار قبل الغسل أطباق والأواني يجب أن نطلع المسحوق عليها مع إعادتها لدقيقتين قبل فركها نزع الروائح الكريهة من المفروشات تعتبر كراسي غرفة المائشة وتلك الحاضرة في الصالون من الأباكن التي تتأثر برائحة العرق والجلوس المتكرر عليها ويجب استخدام مسحوق البيكينغ سودا بغية التخلص من الروائح الكريهة العالقة بها وفي هذا الإطار يضع المسحوق على المكان المحدد ويطرقوا لربع ساعة ثم ينظفوا بالمكنسة البخارية أو الكهربائية الجوارب القديمة لتنظيف مصارع النوافذ وأخيرا يعتبر تنظيف مثل هذا النوع من الأماكن بالذات يشكل معضلة بالنسبة إلى ربات المنزل وقطع القماش العادية لا تؤدي الدورة كما يجب لعدم قدرتكم على إدخالها ما بين الشبابيك وبالتالي عدم تنظيفها من الرغبع لكن الجوارب القديمة فعالة جدا في هذا المجال يكفي أن تضعوها كالقفازات اليدوية في أيديكم بللوها بالقارير من الماء وقوموا بمسح الأطراف كما شئتم وبهذا سوف تضمنون التنظيف الجيد لمصارع النوافذ وإزالة الأطربة من أسطحها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر